شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أعمال الدورة الأربعين لللجنة التوجهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي النيباد وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الأعضاء في اللجنة الاجتماع شهد تسلم مصر لرئاسة اللجنة التوجهية للنيباد من الرئيس الرواندي بول كاجامي وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصري بسم الله الرحمن الرحيم أخي فقامة رئيس ماكيسال رئيس الاتحاد الإفريقي أخي فقامة رئيس بول كاجامي رئيس لجنة توجيه رؤساء دول وحكومات النيباد السادة رؤساء دول وحكومات لجنة توجيه النيباد السيد موسى فقيه رئيس بفوضية الاتحاد الإفريقي السيدة ناردوس بيكيلي توماس المدير التنفيذية لسجرتارية الوكالة أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر لأخي فقامة رئيس بول كاجامي على ما بزله من جهود خلال فترة توليه رئاسة اللجنة على مدار السنوات السلاسة الماضية لا سيما في ظل التحديات الجامة خلال تلك الفترة كما أشكركم على ثقتكم الغالية التي منحتموني إياها لتولي رئاسة اللجنة خلفا للرئيس كاجامي وأود في ذات السياق أن أعرف عن التقدير للرئاسة السنغالية للاتحاد الإفريقي على مدار عام كامل التي شهدت جهدا خالصا من جانب أخي فقامة رئيس ماكيسال لدعم مواقف القارة الإفريقية والدفاع عن مصالحها في مختلف المحافل الدولية كما أدل الإشهادة في هذا الصدد بنتائج القمة التي استضافتها السنغال مطلع شهر فبراير الجاري لتمويل مشروعات البنية التحتية بالقارة السيدات والسادة لا شك أن الأزمة الاقتصادية الدولية التي نمر بها تقود مجهود التنمية في قارتنا الإفريقية الأمر الذي أستلزم النظر في موارد تمولية جديدة وغير تقليدية كما يتطلب بزل الجهد مع شركاء القارة في حل أزمة الديون المتراكمة بما يمكن القارة من استعادة وطيرة التعافي الاقتصادي واسمحوا لي في هذا الصدد أن أستعرض معكم أولويات رئاسة مصر لوكارة الاتحاد الإفريقي للتنمية النبال خلال الفترة من 2023 إلى 2025 والتي تمثل أهدافا ستسعى مصر جاهدة لتحقيقها بالتعاون مع الدولة الإفريقية الشقيقة ومن خلال سكرتارية الوكالة أولا تكثيف جهود حجر الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة ومن بينها تطوير البنية التحتية بما يسب مباشرة في صالح تحقيق أهداف جندة التنمية الإفريقية 2063 لا سيما من خلال حجر التمويل لقائمة المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية والتي تتضمن 69 مشروعا خلال الفترة من 2021 إلى 2030 من بينها مشروع خط الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والذي أشب بتولي ريادته وكذا طريق القاهرة كيبتاون ضمن مشروعات أخرى ذات أهمية لدولنا ثانيا التركيز على محور التحول الصناعي والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج خلال القمة الإفريقية الإستثنائية حول التصنيع التي انعقدت في نيامي في نوفمبر 2022 ومن يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القرية التي أصبحت تمثل ضرورة قصوى خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ثالثا الإسراء في تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية مع دعم الدول الإفريقية لتعظيم الاستفادة مما ستتيحه الاتفاقي من فرص للاندماج في الاقتصاد العالمي ومن زيادة فرص العمل خاصة بين قطاعات الشباب والمرأة رابعا تأكيد أهمية مشاركة الدول الإفريقية لخبراتها في مجال البنية التحتية إذ انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في هذا المجال على مدار الأعوام الثمانية الماضية كما أود الإشارة في هذا الصدد إلى مشروع تنموي ضخم وهو سد جوليس نيريري في تنزانيا الذي يعد نموذجا يعتزى به للتعاون بين الدول الإفريقية في المجال التنموي ويتم تنفيذه بأياد مصرية وتنزانية ونحن على أتم استعداد لمشاركة خبرات الشركات المصرية مع الدول الإفريقية الشقيقة الأخرى خامساً تكسيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التنمويل الدولية لسد الفجوة التنمويلية في مشروعات التنمية المستدامة وتخفيف أعباء الدين عن الدول الأكثر تضرراً مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التي يتم ترحوها خلال قمم الشراكات التابعة للإتحاد الإفريقي السادة الحضور أتطلع للتنسيق بشأن أولويات الرئاسة المصرية للنباد مع أشقاء أصحاب الفخامة رؤوساء الدول والحكومات عضاء الأجنة التوجيهية والتعرف على مقترحاتهم في هذا الصدد استأتي رئاسة مصر للنباد تمثيلاً لدول القارة الأشقاء حيث تمثل تلك الأولويات أهدافاً نتشارك في تطلعنا لتحقيقها تلبية لتموحات شعوبنا وسعياً لتحقيق التنمية التي نصب إليها شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته